موسيقى في سوريا أنا عشت بالريف كان عنا في ورد وشجر وكانت فيه عنا جال كنا نحنا عايشين بدار كبيرة طابعين وكانوا بيت جدي يعني ستة بجدي تحتها يشين ونحنا بتطابع الفواني ما يجوا معانا لهون نحنا بس نحنا جينا كنا نلعب مع أولاد عمي وأرايبيني وكاننا نلعب بزقطة وبالبسكليتات بس هلا هون البسكليتات ما معانا بالليل كنا نسمع الإنفجارات والصواريخ بنا فيه ليلة من الأيام كنا يعني هاديين رايحين النوم ما سمع نار للصواريخ صارت تجي على البيت فاضطرينا أننا نترك سوريا ونطلع ونحنا نازلين عالدرج زحف أبي صار يعني يعديك فوقنا بس مشان يغطينا مشان يحمينا نحنا ماشيين يعني نشوف هيك أشياء يعني مو ضابطة مناظر بتخوف نضلنا ماشيين بس هيك شين نجي بروحنا وأبي ورانا منعنو نروحنا ننام أنا وأخواتي كلها يتم بغرفة واحدة هون يعني الواحد ما مفصوطنا زيادة هون يعني نافه كل يوم نفس نفس الروتين كل يوم نفس الشي أنه ما في شغلات نعملها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر